اشتركوا في القناة استحقوا التوقف والقراءة ضيفنا طاقة نايفة وهمة عالية ترجل من الوزارة ولم يترجل من صهوة المسؤولية يعتلي منبر الخطابة فيصدح بالحق ويدعو للفضيلة ضيفنا له حضوره اللافت في وسائل التواصل الاجتماعي وله رسائله المتقن شكلا ومضمونا في وسائل التواصل الاجتماعي هو أستاذ الشريعة والمتخصص بالفق ترأس العديد من الهيئات الشرعية في الشركات الأهلية الخاصة بالاستثمارات المالية والعقارات مجتهد مثابر رياضي على حافة الهواية شاعر يسكن بيوت القوافي وعاشق للبر في كل حالاته هو وزير العدل ووزير الأوقاف وشؤون الإسلامية الأسبق الدكتور نايف محمد حجاج العجميد مساك الله بالخير دكتور يا مرحبا مساك الله بالخير مبارك عليك الشهر علينا وعليك يا مرحبتي كلام أنت بخير إن شاء الله راضي ساعة المباركة الله يطول عمرك يا محمد بسعداء والله بسعداء بوجودك بسعداء بوجودك نحن واسرة البرنامج كلها حياة كلها كرمكم الله ساكم الله خير نحن مع هذا التقرير الذي يعده الشباب عنك نشوفه مع المشاهدين ثم نعود مرة ثانية بالعربي هو السياسي الوزير والأكاديمي الخبير جاء به فريق برنامج بالعربي مع غالب فجاء بثقله الفكري ومعينه الثقافي الدكتور نايف محمد حجاج العجمي يأسرك بحديثه الممتع وفكره المتناسق لإنسان جمع بين العلم والسياسة هذا الرجل الذي تقلد منصب وزير العدل ووزير الأوقاف للشؤون الإسلامية لوقت قصير له قصة تابعها برنامج بالعربي مع غالب وغاص في أعماقها الدكتور نايف حجاج العجمي فقد والده وهو لم يبلغ الثانية من عمره فشكل له هذا التطور تحديا جعله أكثر إصرارا على النجاح فتفوق في دراسته حتى أصبح الأول في دراسته في جامعة الكويت فشق طريقه خارج البلاد في سلم الدراسات العليا حتى حاز الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة القاهرة في تخصص الفقه ففقها الأمور وعرف خباياها الشعر أحد منابره الجميلة والقراءة عشقه الكبير كل ذلك جعل منه ذلك المتفائل بأفكاره المنساقة ورؤاه الهادفة التي أطل بها على المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ليخلق منها نافذة جميلة وفي خضم تزاحم الحياة وسرعة وتيرتها يسرق بعض الأوقات ليذهب لعالم آخر يبدو أكثر هدوءا وينهل منه مجدداً الطاقة لمزيد من العطاء بإبداع حياكم الله من جديد بالعربي وضيفنا الكريم الدكتور نايف محمد العجمي وزير الأوقاف ووزير العدل الأسبق دكتور رمضان وأيامه الطيبة وهذه الليلة الرمضانية التي نتمنى إن شاء الله فيها الأمن والأمان لبلدنا الحبيب الكويت ماذا تقول للمشاهدين اليوم فرصة ونغتنمها بوجودك معنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأهنيكم على هذا البرنامج الذي أرجو أن يكون متألقا في سماء الإعلام إن شاء الله وأن يكون مؤثرا التأثير الإيجابي وهذا هو الظن بكم بإذن الله أما ليالي رمضان وأيام رمضان فكلها بركة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ليش لأن الرمضان إذا قدم يقدم بالخيرات والبركات والرحمات والمغفرات يكفي أن ما يدخل هذا الشهر إلا وملكان إلا يناديان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين في كل ليلة أتقاء للرحمن يعتقهم الله عز وجل من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فضاء رمضان لا تنحص سلوك الناس رمضان كيف ينعكس على سلوك الناس هو المقصود من رمضان كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمقصود منها تحقيق هذه الطمأنينة والسكينة والخشية والتقوى والخوف من الجليل سبحانه وتعالى وأيضا التقرب إلى الله هو أن يكون الإنسان لين الجانب مع الآخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجانب السلوكي والأخلاقي قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ليس المقصود أنك تجوع المقصود أن تتهذب أخلاقك أن تتحسن أن يتحسن سلوكك أن تكون مستقيما في كل شيء مستقيما في الإمساك عن المفطرات ومستقيما في الإمساك عن جميع المحاذير سواء آفات اللسان أو النظر أو التصرفات أو أي شيء يسئل الآخرين ويؤذيهم ويضرهم دكتور نايف نحن في هذا المقام في هذا البرنامج ونراك رجل لا نزكيك على الله سبحانه وتعالى ولكن نراك من الناجحين الذين البعض أو الكثير من أبنائنا يبحث عن القدوة فنراك من هؤلاء القدوات أو القدوات المثال يحتاج المجتمع خصوصا في وجود جوانح كثيرة في المجتمع تعصف بالشباب أنت شخصيا تربيت وكبرت بعد فقدان والدك وعمرك سنة نص صحيح هذه التنشئة أو هذه الظروف انعكست عليك وعلى شخصك الكريم بماذا يعني والله يعني أول شيء تزاك الله خير يعني تبالغ في الثناء تستاه وهذا كلام يعني من طيب معدنك تقوله وكما نقول كما يقول أبو بكر رضي الله عنه اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون وقفر لنا ما لا يعلمون ولو علم الناس ما عندنا ما نسأل الله السلام والعافية على كل حال يعني اللفتة التي أشرت إليها فقدان الأب يعني هذا الشعور والمعنى لا يمكن لأحد أن يصفه وخاصة في مراحل العمر الأولى المبكرة والطفل الصغير يشوف الأطفال مع آباؤهم في كل المشاهد في الأعياد والمناسبات والأفراح والأتراح والمدرسة الوصول الإيصال للمدرسة والاستقبال من الخروج من المدرسة في حفل التكريم تكريم الفائقين أو توزيع الجواز هذه المشاهد هي التي تعصف فينا أيام الطفولة يعني وتشعرنا فعلا نذوق معها مرارة ألم فقد الأب لكن بفضل الله انعكست يعني هذه إلى تحدي وإلى رغبة في إثبات الذات ومكابدة الصعاب متى شعرت تحديداً في أي سن أنك بلا أب؟ من سن السادسة السادسة تقريباً أو السابعة يعني وين كان المشهد دقت مرارة في المدرسة هذه يمكن الكل يعني خاصة في جيلنا كان الأباء أم اللي وصلنا أولادهم صحيح ما فيه ما أذكر فيه أحد يوصل ما كان فيه سائق أصلاً في أغلب البيوتات فهذا المشهد يعني يتكرر بشكل يومي وإذا صار أي يعني أي موقف فقط الأب يعني أمر مؤلم كنت من الفائقين في المدرسة بفضل الله بالتكريم لما كنت تشوف الأباء يحضرهم مع أبناهم وإنت يعني لم يحضر معك أبك أباك يعني لوفاته نعم هاللحظة هذه يعني هذه مؤلمة يعني مهما تكلمت عنها صعب أني أصفها وبقيت آلامها حتى في الكبر لما تخرجت من الجامعة يعني كنت من كان يشد بالأزرك الحمد لله يعني الوالدة الله يطول بعمرها يعني سدت جانب كبير جداً من هذا الفراغ وأيضاً يعني الأقارب من الدرجة الأولى كانت من الأخوان في الجامعة كنت من الأوال الأول على الكلية كبيرة شريعة ما شاء الله ماذا تقول يعني وخصوصاً نحن في أيام رمضان يعني أنا ما أدري أسميك شيخ نايف أو دكتور نايف أبو محمد أبو محمد بس تفضل دكتور أو شيخ أبو محمد أبو محمد إن شاء الله أبو محمد يعني مثل مثل برامج هذه اللي فيها رياحية نخلنا على أبو محمد الناس اللي بخل شوية في الوصل يعني هو بار إن شاء الله زين مع أمه وأبوه لكنه قليل الوصل قليل التواصل مع والدي يعني ممكن يحدد يوم في الأسبوع للزيارة وخصوصاً أننا في أيام مبارئة شو تقول حقها من الشباب والبنات أقول لي أول شيء لازم يعرف ما هو الوصف اللائق به الناس مع والدينهم ومع أرحامهم ثلاث أقسام إما أن يكون واصل وإما أن يكون مكافئ وإما أن يكون قاطع اللي محل الثناء والفضل الواصل اللي يصل رحمة ويتعاهدها حتى لو جفت معاه ويقطعت ويسيئون المعاملة مع علاء يستمر في المواصلة المكافئ اللي يتواصل معهم إذا تواصلوا معهم أزورهم إذا زاروني أهنيهم في الدخول لرمضان وإذا المعايدة إذا هنوني هذا مكافئة قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها أما الثالث فالقاطع وأسوأ القطيعة التي تكون قطيعة الوالدين وعقوبتك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع الله نعم للجميع أي قاطع للجميع طبعا فما بالك الأب والأم لا شك لما خلق الله عز وجل الرحم تمسكت بأحد قوائم العرش وقالت يا رب هذا ما قام العائد بك من القطيعة فقال لها ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك الله فالواصل رب العالمين يصله سبحانه ومن وصله الله وصله كل خير والقاطع رب العالمين يقطعه ومن قطعه الله قطعه عن كل خير دكتور أبو محمد يا مرحب تركت الوزارة من زمان صحيح ولكنك لازلت موجود وإن شاء الله دائما على الوجود لكن الوزارة ما أخذت منك وما أعطتك لشخصك وفي المجتمع والناس نعم أنا أعتقد أن المسؤوليات تأخذ من الشخص ولا تعطيه من كانت عنده يعني نقص هو الذي يبحث عن مثل هذه المناصب أي أن كانت سواء كان منصب سياسي أو منصب إداري أي أن كان طبيعة المنصب أنا أنظر إليها باعتبارها مسؤولية وأمانة ويفترض من ألقيت عليه هذه الأمانة أن يشعر بثقة لها ومرارتها ويستعين برب العالمين على القيام بها وحسن تحملها وحسن أداها الوزارة بالنسبة لي كانت تجربة ثرية وإن كانت مدتها قصيرة جدا يعني تقريبا أربعة أشهر لكن كشفت لي المشهد كاملا كاملا المشهد السياسي والمشهد القوى القوى السياسية وقواعد اللعبة وقواعد اللعبة والموازين الموجودة فصار عند أي حدث يحدث وواقع تقع بفضل الله استشتر في المستقبل يعني المآلات أراها أمامي ماثلة ولذلك أحيانا في وقت الحدث أحرص أن يكون لرأي معلن وأعلم أنه ربما يخالف توجه السواد الأعظم من الناس وتحمل تبعاته لكن أنا أعرف مآلاته وأعرف أن الجميع بفضل الله سيرجعون إلى نفس الرأي وينتهون إلى نفس النتيجة كل هذا اكتشفته في أربع شهور بفضل الله لأن السلوك البشري واحد أنت إذا جيت في وسط وتعرفت على طبيعة العمل فيه المنهج السائد الآلية الطريقة أعتقد أن ما تحتاج إلى إعمال فكر كثير في التحليل للوصول إلى النتائج والتوقعات العلم يؤتى ولا يأتي هل المنصب أيضا يؤتى والواحد يسعاله ولا يأتيك بسهولة مثل هذه المناصب والولايات عندنا قاعدة شرعية من طلبها وسعى إليها وكل إليها حتى لو حصل عليها وكل إليها يعني ما يجيه دعم وتأييد من رب العالمين ومن لم يطلبها وأسندت إليه أعين عليها فالإنسان قد تتوق نفسه النفس تكون تواقع هذه ما فيها حرج لكن الحرج الذي يكون هذا وهو هاجسة وهدفه وبالتالي حياته كلها يسخرها في العلاقات وفي جميع التصرفات للوصول إلى هذا الهدف هذا المعيب وهذا الذي حتى إذا وصل إلى مطلوبة وضفر بالمنصب الذي يهدف إليه ما رح يعان ما رح حتى لو ما يعان من الله سبحانه وتعالى ما يعان رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة من طلبها وكل إليها ومن أتته بلا طلب وعين عليها فالإنسان أما مثل ما ذكرت لك يعني نفس التوق عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة حتى إنها تاقت إلى الخلافة فنالتها الله لكن حياته اليومية هل سيطر على تفكيره الوصول لهذا المنصب الخلافة وبالتالي يسخر علاقاته ومكانياته وجميع أموره للوصول إلى هذا الهدف لا لم يكن هذا كنت وزيرا وبالتالي على سدة صناعة القرار في وزارتك وقريب من دائرة القرار أيضا أو على تماس أو جزء من دائرة القرار هل كان اتخاذ القرار أحيانا في بعض المواضيع صعب؟ أبدا هل اتخذ قرار عكس ما كنت تريد؟ لم يحصل هذا ويغلب على ظني أن حتى لو بقيت مدة أطول لن يحصل هذا وهذا أنا شهادة في ليالي مباركة شهادة للتاريخ أن كل من يعلو الوزير سواء كان أنا أقصد مطبخ صناعة القرار أنا أقصد من جميع الاتجاهات سواء كانت تأثير سياسي من خلال النواب والبرلمان أو تأثير محيط الإنسان ما هي صفات متخذ القرار؟ لم يكن وزير تحديدا عندك وكلا وعندك مسؤولين ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر فيك كإنسان لاتخاذ قرار أحيانا أن يكون هذا القرار فيه مثلا مآلات على الناس اتخاذ القرار أسهل شيء صناعة القرار أعتقد أنه من أسهل الأشياء التي يتخذها صاحب القرار لكن الشأن كل الشأن في القدرة على تنفيذ القرار وفي القدرة على حماية القرار والدفاع عن القرار لأن قرارات كثيرة اتخذت وبعد فترة وجهزة تم التراجع عنها أو تم سحبها أو تم الاستثناء عليها فأنا أعتقد أن القرار صناعة والقرار لا يمكن أن يتخذ إلا قيادي صاحب اختصاص وعنده قدرة على معرفة القرار النافع ومآلات ما يقول إليه القرار وهذا أهم ما يكون أنت إذا تتخذ قرار لازم تعرف شنه الآثار المترتبة على هذا القرار تفرض على أبنائك قرارات معينة دكتور ما هم النهجي يعني في التربية الأولادي مساحة الحرية واسعة جدا جدا واسعة لهم بس تعطيهم الاختيار بالنهاية لازم هذا جزء من التربية يعني الاستبداد في التعامل معهم ما أعتقد أن منهج تربوي رشيد حتى في تخصصاتهم رغباتهم دراستهم الهواياتهم توقيتها وغيرها يعني فيه إشراف عام توجيه لكن مساحة الحرية واسعة نحن بالعربي سنرى جانب آخر من شخصيتك بشهادة أحد المقربين منك سنرى ونعود لمشاهدينا في هذا البرنامج بالعربي أول مرة لقيت فيه كان في مجال عمل من أول لقاء صارت بيننا التعارف كأن من سنين وتم العمل كصداقة وليس عمل الدكتور نايف بعد ما تولى حقيبة وزارية خذ على عاطقة مسؤولية كبيرة في العمل وكان ما يفضى أبدا في أنه يقوم في الواجبات الاجتماعية الخاصة بعد صلات الفير يكون بالوزارة وصعب أن نتصل عليه إلا إذا كان في وقت معين أنه يقدر يتصل ويتكلم الناس ما تعرف عن نايف العجمي نايف العجمي دكتور إنسان شاعر قارئ جدا يعني حتى في سفراته الخاصة يخصص وقت للقراءة وقت كبير يكون من الصبح ليل عصر وقت قراءة الجانب الآخر من حياة الدكتور نايف فيها الحياة القيمة الأسمى التي عندها هي قيمة التبرعات وعمل الخير خارج دولة الكويت وداخل دولة الكويت فالأعمال الخيرية يحاول أنه يقوم في أدوار ما قام فيها بالآخر في ناس آخرين حيث أنه في مبرة من المبرات التي هو يديرها كفل تقريبا لا يقل عن سبعين طالب في كلية الطب وحرص أنه يوصل إلى الطلبة التي يقدر يوصل لهم في التي لا يستطيع يكمل دراستهم في الطب أن يساعدهم تحية للأخ خالد سعيد بهذه الشهادة ونعم أخ عزيز وتشرفنا بمعرفته يقول أنك تقرأ حتى في سفراتك الخاصة أصلا نخص السفر للقراءة وأول ما القاعدة رقم واحد أشيل الشريحة أول ما أسافر حتى أصفي ذهني للقراءة لأنه لا يوجد وقت القراءة في طبيعة حياتنا ومجتمعنا زحمة يعني ناصرة يوميا يعني ما لا يقل عن ثلاث ساعات لكن أحيانا في مواضيع معينة أحتاج إلى خلوة وصفاء ذهن ما شاء الله ففترة أسبوع أو أسبوعين أقرأ عشرات المجلدات ما شاء الله نعيد قراءتك تركز على ماذا تختلف يعني أنا تخصصي الأصيل الفقه وطبعا العلوم الشرعية لكن لي عناية في التاريخ وتاريخ القديم وتاريخ الحديث والأدب الأدب جميع فنونا ما شاء الله نعم من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة نعم كيف طبقت هذا الأمر أو هذه الفكرة في حياتك طبقتها من كان سني 13 سنة والحمد لله يعني المجموعة التي كنت مرتبط فيها كانت الجادة مجموعة الأصدقاء المجموعة الأصدقاء يعني كلهم منقطعين للعلم وعندهم رغبة في الحفظ وكراءة العلم فالحمد لله وفقت أني بالصحبة الصالحة ومنها يعني تركت حتى الأشياء التي أنا معتاد أني أمارسها من الرياضات وغيرها فيعني كنت أقضي أكثر وقتي في الحفظ والقراءة من كان سني 13 سنة إلى تاريخ حصولي على الدكتورة وبعدها بدأنا بالتدريس وقل يعني الفترة المخصصة للتحصيل وصار العطاء أكثر من في أي عمر حفظت القرآن دكتور تقريبا 16 أو 17 سنة كاملا وصليت أول مرة بالناس عمرك 25 لا أول ما صليت عمري 15 سنة إماما للناس إماما في المسجد بصلاة القيام والتراويح ما شاء الله كيف كان شعورك في أول يوم أن تقف إماما مصليا في جموع المسلمين صعبة جدا أنا تدرجت مع نفسي أول ما بديت أطبق كنت أروح المساجد البعيد اللي فيها عمال وما فيها جمهور ليش حتى أعود نفسي شوية على الإمامة ورهبة الوقوف أمام الناس والقراءة واللين كسرت حدتها وبعدين بديت شوي شوي أصلي الصلاوات السرية الظهر والعصر وبعدين الجهرية الجهرية أول صلاة كانت أمام الجموع يعني سبحت بالعرق من الحرج والإحساس بالنسؤولية أن تكون إمام وبسن صغير يعني 15 سنة و 14 سنة صعبة شوي لكن الحمد لله يعني منها كانت انطلاقة فكنت أختم فيهم القرآن حفظا ماشاء الله من غير لا أفتح المصحف في العشر أو آخر كل سنة كنت تقع في قصة النسيان في مواقع النسيان طبيعي القرآن عزيز مهما كنت متقن للقرآن سبحان الله العظيم كيف تتصرف إذا نسيت لا الحمد لله يعني هذه تقع أحيانا نادرا و خلفي من يفتح عليه و يصحح لي لكن أنا بقول سر أصعب يعني كل سنة أختم القرآن يعني آخر إمامة لي كانت في عام 2012 ماشاء الله وبعدها بسبب كثرة الأشغال يعني توقفت عن الإمامة شون السر مدة 25 سنة أقرأ القرآن كاملا عن ظهر قيب للمصلين ما أتردد في أي موضوع إلا في موضوع واحد إذا قربت منه وأنا أقرأ أدري أني راح أغلط الله و راح أرتبك فيها و فعلا أغلط و أعفس الآية اللي هي أسهل آية الناس كلهم حافظينها آية الكرسي الله إذا قرأتها ما سبحان الله العظيم يمكن بسبب أني نقراها كثير بعد الصلاة وبسرعة ما صار هل لي علاقة بمعناها بمضمونها أبدا أبدا هذه برمجة في طريقة الحفظ في طريقة حفظها و كل إنسان من الحفظة القرآن تلقى عنده في موضع يتردد فيه سبحان الله أما سبب يكون وقت الحفظ يعني المحفظ كان قاسي عليه أكثر من بيّنة صورة البيّنة اللي في جزع أمه إلى اليوم أنا أعرف إما كبار بعضهم مقرئين ما يقدر يقرأها عن غيب لأمام الجمهور تقول الحفظ والصحبة الصالحة و أنت صغير يعني خلتك تتخلى عن بعض ما تحب منها الرياضة منها الرياضة طبعا هل رجعت للرياضة و أنت كبير؟ رجعت لها و الدول للكتاتيب عقب ما شاء يعني الآن من تقريبا أربع سنوات رجعت الكرة القدم أنا كنت من هواتها كرة القدم ألعب اليوم يمكن أول عشر لعبات ما شاء الله لعبت بنادي نضميت لعباتك لا لا لعبت بنادي بالحواري بالحارة شنو مركزك؟ أكثر من فريق طبعا و كله مهاجم إلى مهاجم مهاجم صريح موسط و مهاجم مهاجم أحيانا نعم كنت مهاجم صريح يعني في كرة القدم فإلى أي حد الآن أنت ناقد صريح؟ إلى أبعد مدى مع مراعاة ما ينبغي مراعاة من المصالح العامة و الدوق و غيرها من الاعتبارات لكن الصراحة أنا بفضل الله يعني ما أتهيب من وجهة النظر إذا رأيت لها أثر في الرأي العام والمصلح العامة حتى وإن كانت هناك ردود أفعال ربما تكون بعض الأحيان جارحة أو قاسية ما أبالي بفضل الله ما تخاف أحد يزال منك أو عليك؟ لا يمكن إن شاء الله يعني أني أقول الشي الغلط أو الشي ما أكون مال إيدي منه أنا أتكلم ما هي عن القضايا الشخصية عن القضايا العامة صحيح وأعرف أن الناس منقسمون على أراء معينة والكل يريد أن يتغلبه على الآخر صحيح لكن أنا ما عندي المبدأ التغليب أقول رأيي ولا أبالي بفضل الله نحن نرى خالد السعيد أيضا في جانب آخر وموقف ثاني مع الدكتور نايف بمحمد أيضا في جانب ثاني نكشفه للجمهور يمكن بعد لأول مرة يعرفون الجمهور من عشر سنين كان هو مرشد حملة فكان يعطينا دروس توعيوية ودينية أثناء الحملة وكان معنا في باص من الباصات بعد ما خلصنا الرمي الجمرات رحنا نركب الباص يا أنا وقتها مطر شديد وسيل تقريبا أحد الأخوات بالباص تخلفت عن الباص وما حصلناها فاضطر أن الباص يمشي فقال واحد من أهلها يصير خالطة يا خالطة مو موجودة فالكل استغرب يعني ناقصتنا مرة ووقت مطر ووقت كذا دكتور نايف شيخ قال لهم ولا يهمكم ولا حد ينزل الباص أنا نازل قلنا لي بمطر وسيل علينا انطر وين تبتروح وين تلقاها الحين نحن نتحرك قال وليهمكم معاي تيلفون وهي كان ما معاها تيلفون الأمانة نزل بالباص بهالمطر وراح قلت لأي معاك قال لا ما حدي معاي الآن نقربط الأمور خلن نشتغل على استراتيجية حتى في البحث كان يبحث عن استراتيجيات معينة قام بهالدور وراح في وقت أن يبحث عنها احنا وصلنا المقر الفندق تقريبا الساعة سبع من الساعة خمس سبع سبع ونص وهو مايانة الاثنين عشر ونص وحدة بالليل مع الأخت بعد ما لقاها صراحة بكتور أبو محمد شنو كانت استراتيجيتك في البحث عن الأخت المفقودة لا استراتيجية ولا أي موقف عفوي لكن المواقف الصغيرة بفواز سهل الله خير من عادتا أنه ينظر لها لا طرعت الساعة السبع ورجعت نصف وهذه مشكلة عين المحب عين الرضا دائما تبالغ وين حصلتها نحن هذه مسؤولية في النهاية صحيح وكان الموقف عصيب السيل وأنطار وخطر لا موقف عصيب يعني اللي عرف مكة وتضاريسها وجبالها كانت الجبال تنزل السيول مع الأحجار وكان المطر شديد ورياحها عاتية لكن ما كان فيه مفر من البحث عنها خاصة مثل الموقف هذا أكيد أنها طايحة أكيد أن لا تخاف على بنت أو حرمة في مكة من أي شيء آخر إلا أنها ممكن التأذى من المطر الشديد والصخور الكبيرة التي تسقط تجر في الناس وتجي مع السيل جلست ممكن خمس ساعات وأنا أبحث يعني لأن الحمد لله اهتديت لها في زاوية في مبنى وأنا ما عرفها يعني أقصد ما هي شكلها لا هي متغطية متغطية بالكامل فأمشي على كل واحدة يعني توقع عنها أي واسألها عن اسمها هذه مشكلة مضاعفة يعني في طريقة البحث صحيح لأن الحمد لله يعني لماذا لا أخذ أحد معك الموقف صعب جدا يعني نعرف أنه سيتأذى ليكون موجود لكن بروحك تقدر التحرك بأمرونة أكثر اشتغلت دكتور مع جهات شرعية مالية نعم في القطاع الخاص صحيح وهذا يمكن جزء يرتبط بتخصصك صحيح في الفقه صحيح في الجانب المالي منه نعم هذا العالم يعني هل هو عالم صعب ولا سهل هل عليك مسؤولية يعني كونك تشرع للناس وتعطيها رأة فقهية يترتب عليها مصالح الناس وتعاملها مع هذه الشركات يعني أنا كانت رسالة الدكتوراه في الاستثمارات المصرفية والتمويل عمليات التمويل في الموقع الإسلامية فهذا جزء من التخصصي الدقيق بعدين دخلنا في جانب الاستشارات فرأست في فترة من فترات أكثر من 35 هيئة شرعية ماشاء أقوم بدور الإفتاء والرقابة طبعا يعني هذا أقوم فيه مع فريق عمل صحيح أكيد مفرد وهي مسؤولية لأن الجمعيات العمومية ممثلة بالمساهمين أهم اللي يعينونك صحيح ويعينونك ثقة فيك وثقة في تحريك للرأي الأصوب وأيضا المراجعة والتدقيق على عمليات البنك أو الشركة هل فعلا خلال السنة المالية التزمت بقرارات الهيئة الشرعية ولا ما التزمت وهذه شهادة فالحمد لله كانت التجربة جيدة واكتسبنا فيها خبرة يعني واسعة وحاولنا نعكسها في الكليات يعني بعدها أسست برامج التمويل الإسلامي في الجامعة في كلية الشريعة في الدرجة المشتركة ما بين كلية الشريعة وكلية العلم الإدارية لدرجة الماجستين هذا السست في مزدلفة على ذكر الحج كان وقتها العميد للدراسات العلية الدكتور بدر البديوي وهناك يعني صار فيه حوار وحديث فاتخذنا قرار تأسيس برنامج لدراسات العلية للتمويل الإسلامي في مزدلفة وفعلا برنامج مبارك في مكان مبارك أي والله الحمد لله يعني بعد ثلاث أجسر يعني انطلق البرنامج تم التصميمة وإنجازة وأخذ الموافقات عليه الآن في مستجدات في حياتنا وهذه المستجدات نجزم بأنه الدين الإسلامي يستوعب كل المستجدات ولكن النظرة لها مثل مثلا العملات الإلكترونية البيتكوينز اللي انتشرت الآن شنو نظرة الشرع لهذا الموضوع دكتور نعم طبعا أنا أعتقد أنه تطور طبيعي للنقود يعني لو تبعث أناس كانوا يتعاملون بالدنانير الذهبية وتقول لهم الآن عطني الدنانير الذهبية وأخذ الورق هذا ما يستوعب صحيح ليش؟ لأن هذا التطور مرتبط بالعوائد الناس وثقافاتهم وهذه من الأشياء المتغيرة لأن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة ومرنة وتصبح لكل زمان ومكان ولذلك الجوانب الاجتهادية فيها تمثل مو أقل من ثمانين بالمئة من الأحكام اللي نسميها الأحكام المتغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والحال والشخص أحيانا وهذه فيها مرونة فالعملات الرقمية نعم الآن فيه الحرب عليها من كثير من الدول باعتبار أن فيه استعمال خاطئ ومنحرف لها لكن مع الأيام كفكرة الفكرة لا يمكن أن يعترض عليها معترف وراح تطبق في مستقبلا لكن الممارسات اليوم كثير من العمليات تبيض الأموال تتم عن طريق العملات البيتكوين أو العملات الرقمية المشفرة والتهرب الضريبي أكثرها تتم عن طريق هذه العملات وغيرها من العمليات التي لا تخضع لرقابة الدول في تمويل الإرهاب إذا وجدت أحكام قانونية مالية تحكم وتنظم العملات الرقمية شرعا هل التداول بها جائز أم لا يوجد مثال معينة أنا ما عندي إشكال في التداول بها أصلا إلا من حيث أنها السلعة في الفترة الحالية عالية الخطورة عالية الخطورة لكن باعتبارها عملة تقوم بوظائف العملات هذه قائمة متحققة اليوم لكن مستقبلا أعتقد إذا استقرت قيمها في المنصات التداول في الإنترنت القول بجوازها هو الأظهر أنت والشعر دكتور الشعر هذا العالم اللي يعني رحب واسع صحيح عميق مهما قرأت فيه تجد لها أوجه كثيرة وكثيرة يعني من يحبها لا يملها صحيح مع وقتك مع مسؤولياتك نجد في وجودك في التواصل الاجتماعي يعني كمنصة تطلع عليها دائما في أي مضمون ترسله تستخدم الشعر حفظك للشعر أبيات الشعر تستشهد بالشعر يعني ما تأثير الشعر هل هو يعني استخدام لغوي لتوضيح فكرة صعبة التوضيح ولا استدلال للتثبيت والمعلومة هو لكل الغرضين اللي تفضلت فيهم الشعر يعني هو الترجمان لما في النفس بكلام موزون ومقفى وأحيانا يكون بمفردات الرائقة فالفكرة الجميلة تزداد جمالا بالاستشهاد معها في البيت الشعري وهذا هو المقصود وحرصي على الشعر والأدب العربي لتعزيز منظومة القيم منظومة القيم منظومة القيم أي قيم تقصد؟ جميع القيم يعني قيمة الحياة وقيمة الوفاة وقيمة الكرم وقيمة العفة وقيمة المروءة وقيمة التواضع هذه المنظومة المتكاملة الأدب العربي فيه تراث هائل هائل لتعزيزها وأنا أستخدم هذا الأدب العربي والشعر العربي لتعزيز هذا القيم وإلا الشعر بحر لا ساحل له لكن المختارات كلها لتعزيز القيم وهذه الرسالة التي يوصلها من خلال التركيز خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي على الأدب والشعر والأمثال والحكم والخطابة وغيرها من الأشياء كل صاحب رسالة الهدف عنده بالنهاية وأنت منهم بو محمد لصناعة التأثير فهل تعتقد أنك من خلال وجودك هذا في عالم السوشيال ميديا هل أثرت؟ والله يعني التأثير سؤال استفساري وليس استنكاري الله يكرمك التأثير يعني تقيسه أحيانا بعدد المتابعات أو المشاهدات سواء كان فيديو أو تداول عن طريق الواتساب أو مقطع في القناة الخاصة باليوتيوب عدد المشاهدات هذا يدل مؤشر للتأثير أحيانا يكون الرسائل التي تأتي عبر الحساب سواء رسائل في السناب أو في التويتر والقالب الأعم لا في تبنيها هذه الرسائل التي تداولها لا تجد المجاميع كبيرة يتبنونها ويتدونها إلى واقع عملي وهذا يعني إن شاء الله يكون من التأثير الإيجابي إن شاء الله واحد ما يقدر يقول أنه مؤثر لكن يطمح إن شاء الله أن الرسالة الطيبة الناس يستفيدون منها نحن ننقلك من استيديو بالعربي إلى البر ونبي نشوف وجودك في البر كيف يصنع التأثير أيضا شوفوا رب العالمين أعطاها منخرين لها قدرة على الانقلاق كليا حتى ما يدخل الإقبار ولا الهوى الحار اللي يسبب جفاف القصب الهوائي داخل منخرين جيوب أنفية وظيفتها إنها تعدل الهوى إذا كان الهوى حار تخلي بارد وإذا كان الهوى بارد تخلي حار حتى يوصل للدماء معتدل عندها حاسة تشم قوية جدا تشم ريحة قريناتها من مسافة 11 كيلو وأيضا تشم النبات تعرف من خلاله وهوزين ولا موزين سمالوا في عيونها سبحان الله شوفوا أهدابها كثيفة ومتداخرة ليش؟ حتى تمنع الغبار أن يدخل مثل الفخ سبحان الله العظيم لها جفون شفافة سبحان الله العظيم إذا ثار الغبار تسكر عيونها وتشوف من خلال طبقة خفيفة تشوف الضوء وهي مسكر عيونها دكتور هذي إبلك؟ هذي إبلي ما اسم الناقة هذه؟ هذي أظنها النايفة النايفة نعم مطوعة معك هذي جدا هي ثانية يوسفية يعني قريبة إلى إله شدفك إلى صدرك أنا أحيانا مقل الذهاب للبن لكن أروح من أجلها أول ما أجي عندها مباشرة التلوى علي والتطوى وتخضع فأشعر وقتها بشعور يعني شعور غريب شوي يعني الواحد يعجب أن هذا الشعور المتبادل مع بهيمة سبحان الله أنا أعجب أحيانا كيف تحدثنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى في تطويع هذا المخلوق الضخم للإنسان؟ صحيح وتكون هينة لينة بإيدها يعني خصوصا إذا أحبتها خصوصا الناقة فلا ينظرون إلى الإبلي صحيح كيف خلقت صحيح أهلا ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسخرناها لهم يعني هذه الناقة الضخمة العظيمة الطفل الصغير الصبي الصغير يقودها وتنقادله صحيح من لي سخرها؟ رب العالمي طبعا العلم الحديث يعني اللي اكتشف أن عينها فيها عدسات العاكسة تصير الصغيرة كبيرا فتشوف هذا الطفل الصغير كأنه شخص ضخم وبالتالي تنقادله لكن أي أن كان التفسير إلا أن الشي المشاهد أنها تخضع وهذا من تسخير رب العالمين هذه الحيوانات وغيرها لبني آدم ما الدرس في هذا الموضوع للإنسان؟ تكريم للإنسان يعني رب العالمين سخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلة يعني شنه قيمتك أنت يا الإنسان اللي رب العالمين يسخر لك قال وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني هذه الأشياء المخلوقات التي تشوفونها رب العالمين خلقها لكم يعني الليل والنهار والشمس والقمر والماء والهواء هذه خلقها رب العالمين للإنسان وهذا نوع تكريم وأيضا يعني استشعار للنعم اللي يمتن فيها رب العالمين على عباده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بس أشوفك في التصوير مع النايفة يعني تأخذ الزوايا الصح هل أحد يصور لك ولا تتصور أبيدي والله أنا لا أعرف أصور لا أنت وصلت إلى جانب احترافي مدنك أنا بالحين أي مدنك بس ما أخذ الزوايا الصحيحة وما أعطيه لما تكلم عن رمش الناقة صحيح فأنت مطلع رمش الناقة صح ووجودك يعني واضح أنك موجود للصورة المشاهدة لا والأهم الثقة أنا مو خايف من الناقة بالضبط ألوان الصورة كذلك اللي وراك يعني مدير الجو ساعدك السماء كانت صافية هذا يخليني أنقلك إلى وجودك في عالم السوشيال ميديا بشكل عام إيجادتك لهذه الزوايا وأنت واضح أنك محترف يعني في التصوير لك مساجلات أو كلام مع الناس اللي تظهر في السوشيال ميديا لك هجوم أحيانا على بعض من يسمون أنفسهم فاشيناست رح نشوفه ونرجع لك هذه الكلمة من القلب إلى القلب البناتنا الموجودات في السوشيال ميديا ما هم باب الوصاية عليكم ولا أفرض عليكم من التابعون ومن ما تابعون لكنها نصيحة مشفق وصرخة نذير بدون مقدمات أحدركم أشد التحذير من شريحة واسعة جدا من الفشيالستات ليش التحذير هذا شنو سببه؟ سببه أنهم قادرين يوهمونكم أن حياتهم سعيدة وأن الأنموذج اللي يقدمونه هو الأنموذج الأمثل للفتاة التي تعيش حياة سعيدة السعادة الوهمية دكتور نعم هل يعني ما نشوفه من خلال مشاهير وسائل التواصل بشكل عام؟ رجال أو نساء من يظهر جوانب الحياة والرفاهية والسعادة هل هو وهم فعلا؟ أنا مؤمن أشد الإيمان أن هذا أهو الوهم يعني تقديم الحياة المادية المحظة العرية من منظومة القيم والأخلاق والعادات والتقاليد والمراعات الأحكام الشرعية وتعاليم رب العالمين وهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأسمى التسليم يعني هذا الانموذج اللي قاعد يقدمونه لا يمكن بحال أن يصنع سعادة لا يمكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنظنكة كيف عربت أنهم معرضين عن ذكر الله؟ لا أنا ما أتكلم على أشخاص بأعيانهم لا أنا ما أتكلم عن الماضي وقته في السوشيال ميديا الأثر يدل على المسير أنا أتكلم الآن ما أتكلم على علاقته مع ربه في أداء العبادات وغيرها من الأشياء أنا أتكلم على في السلوك هل فيه التزام بأمر رب العالمين في طريقة الكلام في العلاقات في الممارسات لا الناس الكل ما بيذكر بعض المظاهر حتى لا يعني يمكن بعضهم لأعمال خير لها يعني خبيئة في السر محد يدري عنها نحن نتكلم عن الانموذج اللي يقدم هل هذا انموذج الفتاة السعية اللي فعلا ممكن لا نتركز على السعادة لا وهذا طبعا هم الشيء يوهمون البنات من خلال الأشياء اللي يقدمونها إن السعادة هي بالسفرات السعادة بالمشتروات السعادة بالتحرر من جميع القيود والعادات والأعراف والقيود الشرعية والقيود المجتمعية الدعوة للانفلات هذه الأشياء مجتمعة يقدمونها للبنات باعتبارها إيه اللي تصنع منها فتاة سعيدة وهذا هو اللي قاعد أحذر منه ولا يمكن أن يقبل بي ولا تتكلم عن أشخاصه لا لا أبدا يعني نتكلم عن ظاهرة الظاهرة اللي يقدمون أن السعادة إيه في الإقراق بالماديات والسلوك اللي ما فيه انضباط لا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالقيود الشرعية ولا بالأعراف المرعية يتردد على لسانك الكثير يعني من ربط آرائك وأقوالك في ابن عثيمين في ابن باز هؤلاء يعني المشايخ الكبار المجددين في هذا العصر شنو الرسالة اللي بتوصلها لما تذكرهم كثيرا يعني في ما تطرح أنا بالنسبة للشيخ ابن عثيمين وهو شيخ اللي تلقيت عنه العلم يعني أكثر العلم اللي حصلت عليه من الشيخ ابن عثيمين ومو بس العلم حتى المنهج منهج التعامل منهج التعامل مع الأشخاص منهج التعامل حتى مع في القضايا العامة الشخصية اللي أثرت فيني بشكل كبير وتأثيرها يعني ملازم ليه الشيخ ابن عثيمين وأيضا يعني السبب من الاكثار من ذكرى الثقة ثقة الناس بالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وحرصهم على الاعتمام بهم والاقتداء بسلوكهم والأخذ بآراءهم وهذا يعني يمكن أيام حياتهم منتهى الفتوى عندهم إذا تبي تسند في فتوى إما على بن باز أو بن عثيمين نحن رح نتوقف معك لفاصل عقبها رح يكون معنا مجموعة أسئلة بالعربي ونريد منك إجابات أيضا تكون من الآخر بالعربي سريعة وواضحة أمام الناس الله يعيننا عليها الله يطول عمرك حياكم الله من جديد وضيفنا الكريم أبو محمد الدكتور نايف العجمي دكتور نايف بالعربي ماذا تعني لك هذه الأسماء محمد حجاج العجمي الوالد العزيز الذي آمل أن ألتقي به إن شاء الله في جنات النعيم آمين يا رب دكتور وليد العلي أخ حبيب لم أفقده أنا فحسب وإنما فقدته الكويت بأسرها والعمل الخير أيضا طبعا حاتم الطائي حاتم الطائي مثل عربي للكرم من جميع جوانبه ولكنه فعل شيئا وأدركه وأسر الله عز وجل أن نتأسى به في الكرم محمد الخس أبو خلف الله يرحمه ويغفر له يعتبر بمثابة الأب ومجلس عذب لا يمل رحمة الله عليه الله يغفر له ويرحمه بالعربي ماذا تقول عن الأعرابي الأعرابي الأعراب شد كفرا ونفاقا وهذا تفسير الأعرابي هو الذي يعيش في البادية لكنك مرة قلت عن الأعرابي تعليقا بأنه ذكي هم الأعراب يمتازون بالفطنة والذكاء لكن أيضا يمتازون بالقسوة والجلافة والجفاء بالمطلق هذه طبيعتهم هذه طبيعتهم ولذلك يعني ذكرهم الله عز وجل كثيرا قال الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا بالعربي الأحزاب السياسية الشر وإن كانوا يقولون لا بد منه إلا أننا نحذر منه بالعرابي الإرهاب الإرهاب آفة التأذى منها المسلمون أكثر من غيرهم بالعرابي حوار الأديان الضرورة ملحة ليعيش العالم بسلام بالعرابي سناب شات واقع لا بد أن نحسن التعامل معه بالعرابي تويتر تويتر السياسة وما دراكم السياسة وسلاح يجب أن نحسن استخدامه بالعرابي التعايش التعايش هو الخيار الأوحد الذي لا بد منه بالعرابي الخطاب الديني الخطاب الديني يجب أن يتناوله أهله بالعرابي صراع الحضارات صراع الحضارات الذي يتأذى منها العالم بأسره الخطابة ومنبرها الخطابة لأهلها ومنبرها يجب أن نصونه من كل ما يسيء إليه الأوصياء على الدين لا وصاية على الدين وإنما توجيه ونصح وإرشاد بالعربي أسلمة المجتمع المجتمع مسلم وإنما التي تحتاج إلى تعديل بعض القوانين بالعربي الإسلام والفنون الإسلام لا يمكن أن يعارض الفن وإنما يهدب الفن الانفتاح الانفتاح يجب أن يقيد بالمنظومة القيم بالعربي الحياء الحياة لا يأتي إلا بخير دكتور ننهي معك على خير ونتمنى لك كل التوفيق حلقة ممتعة استمتعنا فيها بياراك في الكثير من القضايا وسمعنا رأيك أيضا في مجموعة من المواضيع نتمنى لك إن شاء الله حياة مديدة على الخير والطاعة الله يبارك فيك وأنا شاكر لك على حسن الضيافة والاستقبال والأسئلة اللطيفة الله يحفظك ويراك كان معنا الدكتور نايف محمد حجاج العجمي وزير الأوقاف ووزير العدل الأسبق وصلتنا الضوء على جوانب كثيرة يمكن بعضها سمعتوها لأول مرة منه نتمنى لكم دائما متابعة طيبة معنا في برنامجكم بالعربي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر